حمل عام 2017 تطورات على الخارطة العسكرية للمشهد في اليمن البلد الذي يشهد حربا منذ انقلاب الميليشيا في سبتمبر 2014 عقبه تدخل للتحالف العربي في مارس 2015 تحت غطاء الشرعية بنهاية العام 2016 كان المشهد العسكري يكتنفه الجمود حيث جبهات التماسي تمتد من منطقة ذباب على الساحل الغربي مرورا بريف ومدينة تعز وحتى مريس الفاصلة بين الضالع واب وصولا الى البيضاء في جبهات الزاهر وقيفة ثم شرقا باتجاه فيحان وعسيلان في محافظة شبوة وصولا الى منطقة صرواح ثم نهم وحتى المصلوب في محافظة الجوف ومرة اخرى غربا باتجاه ميدي على الساحل الغربي جبهات التماسي هذه كانت في نهاية 2016 شبه متوقفة الا من مناوشات لم تحدث فرقا يذكر لكن الموازين لم تستمر كذلك فما الذي حصل خلال 2017 في بداية يناير فتح التحالف والشرعية جبهة جديدة في محافظة صعدة ثم تم تحرير منفذ علب والمواجهات مستمرة في البقع وباقم في السابع من يناير اطلق الجيش والتحالف عملية الرمح الذهبي لتحرير الساحل الغربي وبدأت بتحرير منطقة ذباب والتقدم شمالا باتجاه المخى في الثامن من فبراير اعلن الجيش الوطني استكمال تحرير مدينة المخى ومينائها الاستراتيجي بعد تحرير المخى عاد الهدوء النسبي للجبهات اشهرا طويلة وخيم الجمود العسكري على الازمة اليمنية وفي السابع والعشرين من يوليو اعلن الجيش السيطرة على معسكر خالد بن الوليد الذي مثل اضافة استراتيجية لشرعية في الرابع من ديسمبر قتل علي صالح زعيم احد طرفي الانقلاب بعد ان دعا انصاره لمواجهة الحوثيين لكن الحوثيين قامعوا مبكرا هذه التحركات وصفوا بعض القيادات التي استجابت لدعوة صالح في اكثر من محافظة مقتل صالح اربك الاوراق الاقليمية ودفع التحالف الى محاولة ترتيب العلاقة بين الشرعية وما تبقى من حزب المؤتمر بهدف التصعيد العسكري ضد الحوثيين في السابع من ديسمبر تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التقدم في الساحل الغربي وتحرير مدينة الخوخة والتقدم الى مشارف مديرية حيس التابعة للحديدة وفي الثامن عشر من ديسمبر حرر الجيش الوطني مديريتي بيحان وعسيلان ما يعني تحرير محافظة شبوى بالكامل وفي الثالث والعشرين من نفس الشهر تقدم الجيش باتجاه محافظة البيضاء وحرر اجزاء من مديريتي نعمان وناطع وبالتزامن مع هذه المعارك احرزت قوات الجيش الوطني تقدما في محافظة الجوف وتمت السيطرة على الخط الدولي الواصل بين محافظتي الصعدة والجوف اذا تحررت خلال العام مناطق ذباب والمخى والخوخة في الغرب فيما تم تحرير مناطق بيحان وعسيلان التابعة لمحافظة شبوى واجزاء من محافظة البيضاء بالاضافة الى احراز تقدما في جبهة صرواح التابعة لمحافظة مأرب وجبهة نهم وجبهة الجوف ايضا وتحرير مناطق واسعة من محافظة صعدة شمالا تقدم في جبهة وجمود في اخرى وهو ما يضع تساؤلا لماذا يؤخر التحالف حتى الان قرر تحرير تاعز وموريس والبيضاء وميدي على صعيد الخسائر البشرية صرح ناطق التحالف ترك المالك قبل ايام ان الميليشيا تكبدت خسائر بشرية بمقتل اكثر من 11300 مسلح خلال الثلاثة الاشهر الماضية فيما وصلت الخسائر في الاسلحة والمعدات الى 6730 آلية اما على مستوى القادة الميدانيين فقد كان العام 2017 عاما اسود على الميليشيا بمقتل العشرات منهم ابرزهم طاه المداني وياسر الاحمر وانباء غير مؤكدة عن مقتل القيادي البارز يوسف المداني وبالمقابل فقد اطلق الحوثيون 85 صاروخا باليستيا على المملكة السعودية بحسب تصريح ناطق التحالف منها ما وصل الى العاصمة الرياض خطاب الحكومة اليمنية وخصوصا الرئيس هادي لم يكن واضحا كما هو خلال الفترة الاخيرة حيث كرر في اكثر من مناسبة ان الحل العسكري هو الوسيلة الوحيدة لحل الازمة اليمنية وان الجيش ماضم في تحرير كامل التراب الوطني وقد تعهد للشعب مرارا انه سيرفع العلم الجمهوري فوق جبال مران سنرفع علم اليمن فوق جبال مران اشتركوا في القناة